ماذا سأفعل في حالة الاصابة بفيروس كورونا هل الاكل اللي انا باخده يقدر يساعدني ان اقوى المناعة بتاعتي؟ هل الاكل اللي انا باكله صحي ولا لا؟ اهم العناصة الغذائية اللي لازم تكون موجودة في النظام الغذائي علشان اقدر اقوى المناعة بتاعتي ده اللي نتكلم فيه مع بعض النهاردة تابعنا الاخر الفيديو عشان تعرف ايه العناصة الغذائية والاكل اللي موجود فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة نتكلم مع بعض عن ايه اللي هتعمله لو انت الصابة بفيروس كورونا من هم اكتر الناس اللي عرضة الاصابة بفيروس كورونا هو النظام الغذائي الصح اللي بيساعدك على مقاومة الاصابة بفيروسات ومقاومة العدو هي العناصة الغذائية اللي لازم تراعيها في نظام الغذائي بتاعك علشان تقدر تواجه الفيروس هاد بالنسبة في حالة الاصابة بفيروس كورونا لابد تأكد الاول ان انت هتقدر تمشي على نظام الغذائي الصح لان عند تراتين للعلاج او برتقول للعلاج بفيروس كورونا او الاصابة بفيروسات بصفة عامة اما البرتقول الدوائي وتطبعا بشراف الطبيب عن استخدام الادوية المختلفة اللي تقدر تساعدك على العلاب او عن طريق البرتقول الغذائي لازم تراعي ان تختار نظام غذاء صحي يساعدك على الوقاية من الفيروسات طيب من هم الناس الاكتر عرضة الاصابة بالفيروسات لاحقا بالإفضل الت works الناس الذي عندهم مرض سكر و الرحتفط في ضغط الدم الناس الذين عندهم ارتفاع في ضغط الدم او الناس الذين عندهم السمنة يمنطر الابدانة فى مضاعات بادنا اتبع نظام غذائي الصحي محتوى من الكرباهيدرات وبروتين ومحتوى من الدهون كما قلت للمرة الحلقة التي تفاتي كما اختار الكرباهيدرات سأختار الكرباهيدرات المعقدة المؤشر السكر من خفض لأن يفعش مستوى السكر عالي كل مكان مستوى سكر عالي وكل مكان جهاز المناعي ضعيف ثم اهم ان هي أهم الأغذية الى المفروض قريمة ب ؟ يجب أن أتعاني عنزري البيتامين هذة فيتامينين فيتامين ديس אלدي سينك دول اهم التلات عناصر اسية في الاغذية لازم يلاقي الاكل بتاعي بيحتوى على التلات عناصر دول عناصر اسية قلنا اللي هو فيتامين دي طيب ايه هو الغذاء اللي موجود في فيتامين دي و ايه الكمية اللي انا محتاجها اخدها كل يوم اولا انا محتاج يوميا من 600 ل 900 وحدة دولية من فيتامين دي ممكن اخدهم اما من الاكل او عن طريق التعرض لاشاعة الشمس من الاكل اكتر اغذية موجود فيها عند طبعا الاسماك اللي هي الدهنية زي السلمون زي المكاريل زي التونة بالاضافة لزيك كبد الحوت ومنتجات الالبان واللحوم ده اكتر منتجات فيها فيتامين دي بالاضافة الى البيل طبعا دي الواحدة ما بتتضعش تديك احتياجك اللي انت محتاجه من فيتامين دي طيب هعمل ايه بابدأ اتعرض لاشاعة الشمس بمعدل من 15-20 دقيقة كل يوم عشان اقدر اخد احتياجي من فيتامين دي طيب اهمية فيتامين دي انه يعتبر مدد اقسرة قوي بيساعد جهاز المناعة على التقوية ويساعد يحفز جهاز المناعة بالاضافة انه بيساعد على افراز هرمون السعادة اللي هو هرمون السيروتونية طيب الفيتامين الثاني اللي هو فيتامين سي ده بحتاج مني يوميا من حوالي من 70-90 ميلي جرام ايه هي العناصر الغذائية والاكل المفروضة حضرتك تاكله كل يوم عشان تاخد الكيمياء اللي انت محتاجة من فيتامين زي عندك رقم واحد مجموعة الفكهة اللي يبينها رقم واحد الكيوي عند الفراولة عند البرتقال عند الجريفروت عند طبعا التوت كل انواع الفكهة دي طبعا غنية بفيتامين سي بل اضافة الى الفلفل البقدونس الفلفل الالوان اضافة لمجموعة الالبان ومجموعة اللحو دي غنية بفيتامين سي لابد ان يكون موجودة في نظام الغذائي بتاعي طيب رقم ثلاثة عنصر الزينك ده لابد يكون موجود في نظام الغذائي بتاعك ليه؟ انه بيساعد على تقوية جهاز المناعة ويعتبر مضاد اكسرة قوي بالاضافة طبعا انه بيحافظ على صحة القلب طيب بحتاج منه ادي اميا بحتاج منه في حالة الرجال حوالي 8 ميلي جرام وفي حالة النساء بحتاج حوالي 11 ميلي جرام طيب ايه الاغذية الغنية بعنصر الزينك رقم اثنين عندي منتجات اللحوم رقم ثلاثة منتجات الالبان البقوليات والمكسرات ده الاغذية الغنية بعنصر الزينك النقطة الرأساليز منك اللي بتكلم عنها واللي انتحدك لابد تحافظ عليها اللي هو تقلل من الضغط العصبي ومن التوتر ليه؟ لانه كل ما زاد الضغط العصبي كل ما زاد مستوى هرمون الكورتزول اما بيزيد مستوى هرمون الكورتزول عندك بيقل قوة الجهاز المناع عندك وبيضعف جهاز المناع ويكون اكتر عرضة الاصابة بالامراض والفيروسات لذلك لابد تقلل من التوتر والضغط العصبي لذلك فيتامين دي وظيفته انه بيساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج دول النقطة الاسسية اللي حدك لابد ان انت تتبعها عشان تقدر تحافظ على جهاز المناع بتاعتك وتقدر تواجه الامراض اللي هما فيتامين دي وفايتامين سي عنصر الزنك بتضافة الى تحسين المزاج وتقليل الضغط العصبي والتوتر طيب الانظمة العذائية اللي لابد ان دراعيها عند اول شي لابد اخذ النظام نظام الواء الدهون وهي الكيتودايت الواء منخفض في الكرتوب معتدل في البروتين وعالي في الدهون الصحية ده بالنسبة لو انت حدك عاوز تقوج هزم منعتك لو الصبت الفيروس تقدر تواجه هذا الفيروس شكرا